اسمي الأميرة نجوة صوفي من مدينة اللاذقية ولدت في العنازة هي مدينة صغيرة بين بانياسو طرطوس 22-22-1944 التلميذ فيما مضى كان يعرف حده تمام فلا يتجاوزه مطلقا مع اقترابنا من السنوات الأخيرة 80-90 بدأت طالب يتمادى في علاقته مع المعلم فمثلا إذا رغبت المعلمة أن تخرج طالبي لسوء أدب أو لموقف معين خرجي خارج الصف تقول لن أخرج خرجي أنت فقد تدرجت الأمور حتى وصلت إلى أن أي طالب له صلة له صلة بأحد الناس المدعومين أو الداعمين يمكن أن يتجاوز حده مع المعلم حتى وصولا إلى الضر وهذه الأمور لم تحصل دفعة واحدة وإنما جاءت بالتدريج والأمثلة كثيرة في اللاذقية خاصة لأن اللاذقية تحوي كثيرا من الناس ذوي النفوذ والأثرياء جدا وذوي المواقع السياسية الحساسة أو المفصلية يعني أنا أذكر إحدى الطالبات حصلت عندي على علامة 8 من 10 فأهلا أفهموني بطريقة ما أنه يجب أن تأخذ 10 وليس 8 ولو لم تستحقها يعني حتى في سنة من السنوات رن هاتفي الأرضي فالمتصلة مرحباً الآن سينجواد قلت له نعم قال مدرسة لغة عربية قلت له نعم قال عندي عرض لكي يجب الله ترفض به نعم من يتكلم؟ قال ليس مهم من يتكلم المهم تسمعي العرض نعم قال غداً بعد يومين ثلاثة امتحان اللغة العربية للبكالوريا للثانوية الساعة 8 وربع تأتيكي الأسئلة وتأتيكي ورقة الإجابة تصلك ورقة الإجابة وتحلي جميع الأسئلة كما يجب وبالمقابل بيأخذوه منك بعدين بالمقابل بنوقع لك شيك على ويض أي مبلغ بتريدي بتاعتك فاستطعت أن أتخلص ولكن رأيت من هذه الزاوية مجالاً للفساد ولحصول الناس على ما لا يستحقون وآخرون يبحثون بأظافرهم عن العلامة الواحدة ترجمة نانسي قنقر